شفنا كم مهجوم مش عايزة اقول بقى زايد عن الحد من جمهور نادي الزمالك ويقولك ان جمهور النادي الاهلي عمل كذا وكذا 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 حاجات مشوفناش خالص بيتكلموا على حاجة تانية بعيدة خالص طيب ماشي وجمهور ساعدتك جمهور ساعدتك اللي كان موجود في ماتش المقولين مش ذا كان جمهور علسان هم عندي يقولك ايه اصلا جمهور النادي الاهلي دخل ازاي ماتش الاهلي والزمالك زي ما جمهور ساعدتك دخل ماتش المقولين زي ما جمهور ساعدتك دخل ماتش انبي طب ماشي محمد طلعت لو فاكرين لعيب الانتاج الحربي في ماتش الزمالك والانتاج لما تشتم بقى بس على الفاظ وبقول لكم ايه بقى احنا كنا سمعينها ماتش كان مزاع وكنا سمعين اللي بتقال من جمهور نادي الزمالك اللي كانت مالية جزء من الملعب مين دخل دول مين دخل دول طي بلاش دي دخلوا كده محدش شافوا شوفنا هجوم على اللعيب ده حما طلعت من لعيبت الزمالك في الملعب ياريت كمان لعيبت الزمالك بس والمدرب العام كابتن أسامة نبيه اللي المفروض ان هو قدوة وشوفنا كابتن أسامة نبيه عمل ايه مع محمد طلعت وخلي بالكم اتحاد الكرة في الواقعة دي وادن منطين وادن منعجين ما شوفناش اي عقوبات بصوا بلاش تحولوا الكلام عن مجراء لان انا عايز اقول لكم حاجة مش ده مش ده اللي حصل يعني اللي ادعاة الكاسبة اللي حصلت دي مش ده اسلوب جمهور النادي الاهلي ابدا ابدا ولا لعيبة النادي الاهلي ولا مجالس ادارات النادي الاهلي ولا رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ولا رؤساء مجالس ادارة النادي الاهلي على مدار الزمن على مدار الزمن ان انت بقى تدخلني في حاجة حصلت عادي وبتحصل عادي جدا 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 بين جمهور ولعيب من الفريق الخصم وتقول لي تنمر وعنصرية وبشرة سمراء ده كمان ايه ده بقول ايه كمان ده يعني لو حصل وده ما حصلش وتفخم الموضوع وتزرع فتنة بين الناديين من لاشئ لا طبعا حاجة ما حصلتش كلنا متأكدين منها ما قلتلكم بالاسماء قلنالكم بالاسماء سواء هنا في فريق النادي الاهلي او فريق النادي الزمالك يا منجوم اصحاب بشرة سمراء يا راجل ده احنا المدير الفني بتاع النادي الاهلي صاحب بشرة سمراء مش هو الواحده بكل الجهاز المعاو انا كجمهور النادي الاهلي حشتنمك عشان نبشرتك السمراء استحالة استحالة ولا تحصل حتى مش عايز اقول من مثلا عائل صغير مثلا يكون ما بيدركش لا ولا تحصل من اي حد من جمهور النادي الاهلي مش دفاعا عن جمهور النادي الاهلي ولكن دي الحقيقة الحقيقة بقى ان اللي انت سمحها مني بقى الحقيقة ان اتحاد الكرة جمل ساعتك لما قرر اقافك مبارتين بس المفروض اللقطة دي اللي احنا شفناها المتكررة طيب هنقول يا سيدي انت كاتحاد كرة او لجنة بقى لك فترة بسيطة مش متكررة بالنسبة لك اول مرة تحصل عقوباتها ماتشين ده اصلا يعني حتة الماتشين دي قد صدمة لنا كبيرة جدا ان بعد الحركة دي يتوقف شيكابالا ماتشين بس مع احترامي الكامل شيكابالا كان لعيد كرة وكان يجمي انما فين لايحة العقوبات في اتحاد الكرة لمنظر زي اللي احنا شفناها دوت الماتشين اللي فات هل في لايحة ما دي لو لايحة تبقى لايحة عقيمة جدا 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 لو على الكيف يبقى خلاص يبقى اي لعيب بعد كده ممكن يعمل اي حاجة ممكن يعمل اي حاجة وانت كده مش بتزرع فتنا بقى لا ده انت كده انا بقول لايحة لاتحاد الكرة عقوبة هشة هل في لايحة كده لو على المزاج انت كده دخلت نفسك في مشاكل كتير جدا بعد كده هتحصل وحتشوف طب تعالوا بينا مبارح ولا تزعال مش هنروح بعيد مش مبارح كان فيه ماتش بين نادي الزمالك ونادي انبي طيب كنا سمعين اعداد الجماهير ولا ما كناش سمعينها كنا سمعين ان في جمهور كتير جدا في الملعب ولا لا كان زي ده ولا مش زي ده طب عملوا ايه جمهور اللي كان في الملعب عملوا ايه انا هقول لكم حال من الناس اللي الواحد بيقدرها جدا من لعيبة نادي الزمالك والقدام كابتن حلمي طولان واحنا بنقدر لعيبة كتير جدا من نادي الزمالك على مدار تاريخه ولكن كابتن حلمي طولان هتحدث عنه عشان هو كان المدير الفني لامبي امبارا في ماتش الزمالك الراجل خد كمية شتيمة وسباب وتجريح بصورة غريبة في امور شخصية وغير مبررة وبعيد عن الكرة خالص طب ايه المطلوب من الكابتن حلمي يعمله علشان الراجل ده لما قام بيدي تعليمات للعيبته ما هو ده راجل بيحب شغله ما لو كان عندك في نادي الزمالك هيحب شغله برضا ده بالعكس ده فخر ليك ان ابن من ابناء نادي الزمالك زي الكابتن حلمي طولان بيتسم بالصفات دية بالاخلاقات العالية بالسلوكيات الهيلة في تعامله مع الناس طيب انت بتشتم الكابتن حلمي طولان ليه يعني احنا انا بتكلم بص بقولك ايه هو الموضوع خارج عن عن نطاق يعني انا انا المفروض بنتمي لنادي الاهل بس انا بتكلم وقعة وصد وقعة طيب فين الناس بقى اللي كانت على السوشيال ميديا وفي قناة الزمالك واللي تعرض له الكابتن حلمي طولان مبارح اتكلمتوا عنه والكابتن حلمي طولان من اكتر الناس احتراما يعني انا على مدار التاريخ من ساعة تانا ما اتولدت الحد النهاردة انا ما شفتش كابتن حلمي طولان بيغلط في حد خالص الراجل مبارح يعني وده نادرة ما يحدث من الكابتن حلمي طولان كان حيخرج عن شعوره كان حيخرج فعلا عن شعوره ما شفناش بقى حد من الزميل الافاضل اللي في قناة الزمالك ومدعين الفضيلة على السوشيال ميديا قال لن ده غلط حتى كابتن حلمي في المؤتمر الصحبي استغرب انا انا مش عارف الناس دي عمل لها ايه الناس دي عايزة ايه وبعدين تيجي تبص على السوشيال ميديا تلاقي كم كبير جدا 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 من الفيديوهات لشيكابالا بيتعرض لشتايم ولفتاة منين بقى هقول لك انا منين من جمهور نادي الزمالك والمسؤولين بتوع نادي الزمالك وده ويما دخل في اشتباكات مش مع جمهورنا احنا مش مع جمهور نادي الاهلي ولا جمهور الخصم اي خصم ولا جمهور الاندية تانية لا ده اشتباكات وسباب واش عايز اقول مشاحنات كمان يعني زايدة عن الحد باسلوب مش كويس فيديوهات موجودة فيديوهات موجودة مع جمهور نادي الزمالك نفسه انا بقولش احنا من عندي كل ده موسق وحضرتك ممكن تشوفه على على اليوتيوب على اي حط موجود موجود طيب دور لي انت حضرتك دور لي على السبب في كده وعالج الامر من اساسه من عندك من عندك مش تقول لي عنصرية عشان ايه خلي بقى لكم بص هي سكة وحاجات قديمة قوي يعني احنا برضو كلمنا عن الموضوع ده قبل كده في حلقة سابقة وقلنا ساعات ياخدك في حتة عشان يتوهك عن حاجة تانية يعني احنا بنقول الراجل ده خد ماتشن احنا شيفين ماتشن لا دي عقوبة مش عايز اقول دي مش عقوبة دي مش عقوبة ده انت بتحسس يعني انت بتحسس عليه وبالطبطب عليه دي مش عقوبة يوم هو واخدك في سكة تانية قال يعني العقوبة دي بقى مايستحقهاش شيكبالي فياخدك في سكة بعيدة خالص حتة العنصرية والتنمر عشان يهرب من التصرف الغير اخلاقي اللي حصل عشان ما تعدش تتكلم عن العقوبة الهجسة اللي اتاخدت انا خلصت اللي عندي في الجزء ده وكان لازم اتكلم فيه انا مكنس عايز اتكلم فيه ولكن للأسف حصل فعشان كده كان لازم اتكلم فيه ده بعيد عننا جدا 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 كنادي اهلي بجمهوره بمجالس ادارته بالعيب تو بكل حال